كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن مراتب الدين كما تعلمون جميعا فإن الدين مراتب وله أولويات ومن بين الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤصل لهذه القاعدة ما يسمى عند أهل الحديث بحديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إدخل علينا رجل شديد بياض التياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فدخل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع يديه على فخديه فقال له يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال الرجل صدقت قال سيدنا عمر عجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال له يا محمد أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال سيدنا عمر عجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال له يا محمد أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال له جبريل يا محمد أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل عنها فقال له فأخبرني عن علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراتة يتطاولون في البنيان أن ترى الحفاة العراتة رعاء الشاء يتطاول في البنيان قال صدقت ثم قام الرجل وانصرف فتعجب الناس جميعهم فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل قالوا لا قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم النيسابوري في جامعه الصحيح يبين لنا طريقة في التعليم والتعلم يؤصل بها علماء الحديث ما يسمى بالتحمل والأداء تحمل المعلومة وكيفية أدائها فسيدنا جبريل عليه السلام هو أمين الوحي هو معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا أن سيدنا النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم ينتظم في مدرسة ولا في معهد ولا في كتاب وليس له أستاذ ولا معلم وإنما معلمه الوحيد والأوحد هو سيدنا جبريل عليه السلام أمين الوحي هو الذي كان يعلمه ويلقنه ويحفظه ويرشده وفي هذا الحديث أراد أن يعطيه نموذج لما يسمى بالتحمل والأداء كيف أتحمل العلم وكيف أؤديه إلى الآخرين ما يدخل في إطار التبليغ والدعوة إلى الله سيدنا جبريل هو ملك النوراني والملائكة هم مخلوقات نورانية لا تأكل لا تشرب لا تنام وظيفتها الذكر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ولهم أجنحة متنى وتلات وربع وسيدنا جبريل عندهما يزيد عن سبعمائة جناح أقوى وأعظم الملائكة ويسمى بأمين الوحي مرسول بين الله جل جلاله وبين الرسل والأنبياء له القدرة على التشكل كل مرة يظهر بصورة لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على سورته الحقيقية إلا مرتين اتنين ولما رأه فزع رأى مشهدا عظيما رأى ملكا نورانيا لما يضرب بجناحيه تبلغ الأفاق قال لو ضرب بجناح واحد الكوكب الأرضي لصار ترابة عظم على عظم ولكن الله تعالى كان يجعله يتشكل كل مرة في صورة إنسان وفي صورة مخلوق معين لكي يبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومات دون أن يصاب النبي الكريم بالفزع غالبا كان يتب في صورة صحابي اسمه دحيا الكلبي رضي الله عنه وهذه المرة جاءوا في صورة رجل غريب مسافر لكن كله بياض وكله أناقة راوي الحديث هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحكي أن الصحابة يجتمعون في المجلس النبوي اعتادوا دوما بعد الصلاة يجلسون لكي يروي عنهم النبي الكريم الأحاديث أو يلقنهم القرآن الكريم أو يجيبهم عن أسئلتهم تسمى مجالس علم ومجالس ذكر كانت معتادة يوميا كان يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يستبشرون لما يأتي بعض الغرباء يأتون من القبائل البعيدة من الأفاق يأتون ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض القضايا الغيبية أو الفقهية أو المتعلقة بالدين فكانوا يسعدون ويستبشرون لأنهم يستفيدون كلما جاء عربي أو جاء شيخ أو جاء زعم قبيلة وطرح السؤال هم يستمعون للسؤال ويستفيدون من الجواب لكن هذه المرة السائل إنسان غريب إنه رجل رجل شديد بياض التياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر هنا محل الغرباء لأن الغرباء لما يأتون من بعيد يكونون مسافرين والصفر مضلة المشقة أيام زمان الصفر كان يكون على الأقدام أو على الدواب والإنسان يتعرض للغبار وللتعرق وبالتالي شعره ينتفش ولباسه يتسخ لكن هذا الغريب رأوا بأن ثيابه شديد البياض لا يرى عليه ثم شعره كان نظيفا وكان متزنا وممشوطا غريب هذا الرجل فدخل مباشرة دون أن يستأذن وقصد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مع العلم من قبل كان بعض الأعراب يقول أيكم محمد ويبحث عنه ويشرئب بعنقه لكن هذا الغريب اتجه مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يعرف حق المعرفة فجلس بين يديه ووضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخديه هذه الجلسة تسمى جلسة التعلم الآن إذا ذهبت إلى أي كتاب قرآني تجد بأن التلميذ لما يجلس بين يدي الشيخ يحفظه ويستظهر عليه القرآن العظيم هكذا يجلس يسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخديه الحفظة للقرآن الكريم والحفظة للحديث النبوي الشريف وكذلك الذين يبحثون عن أسرار الدين وعن الكرامات وعن الأذكار النورانية هكذا يفعل التلميذ بين يدي الشيخ أو الطالب بين يدي الأستاذ أو المريد بين يدي الشيخ أول سؤال قال له خبرني عن الإسلام الإسلام ما هو الإسلام وهو الإدعان إلى الله تعالى يتعلق بالأعمال الظاهرة هناك الإيمان خاص بالأعمال الباطنة والإسلام بالأمور الظاهرة فشرح له بطريقة بسيطة أركان الدين الإسلامي قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكا وتسوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إنها أركان الإسلام أولها شهدت أن لا إله إلا الله أن تنطق باللسان تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتقول وأشهد أن محمد رسول الله لماذا؟ لأن العمل لا يكون مقبول إلا بالإخلاص العبودية لله أن تتوجه إلى الرحمن وحده لا شريك له إخلاص العبودية وأن يكون العمل متفقا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقبول الأعمال لها شرطاني إثنان أن يكون العمل خالص لوجه الله لا رياء ولا سمعة وأن يكون ثانيا موافقا لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إقامة الصلاة خمس صلاوات في اليوم والليلة ثم تسوم رمضان شهر في السنة ثم توتي الزكاة الأغنياء يردون حقوق الله على الضعفاء والفقراء ثم تحج البيت مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيل هذه تسمى الأعمال الظاهرة ومن قام بغاء سمي مسلما وهي متعلقة بأحكام الشريعة وهي في الظاهر فقط لكن لما أخبره قال له وحدثني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الإيمان هو غير الإسلام الإسلام هو ظاهري ولكن الإيمان باطني عنده علاقة بالقلب وعنده علاقة بالنفس أما الإسلام عنده علاقة بالجوارح فعليك أن تؤمن بالله أن تؤمن ليس أن تشهد أن تشهد هي أن تنطق باللسان لكن أن تؤمن هو أنك تعتقد بالجنان فمجموعة من الأعراب جاءوا وقالوا يا محمد إننا قد آمنا قال لا أنتم لم تؤمنوا أنتم أسلمتم فقط لأن الله تعالى كان يعلم خبايا النفوس بأن كثير منهم عنده شك وعنده ريب قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإسلام فرق بين المسلم الظاهري الذي يصلي ويصوم ويحج ويعتمر قد يقع في خطايا قد يسرق قد يزني قد يكذب قد يفعل أعمال لتليق به لماذا لا إن إيمانه لم يحميه إذا كان عنده إيمان قوي فإن الإيمان يحميك من الوقوع في الخطايا إذا كنت مؤمن فإن عندك اعتقاد وعندك استشعار قوي بوجود الله وعظمة الله فبالتالي لا تستطيع أنك تقع في الخطايا لما قال بعض الصحابة ياس الله فلن يفعل كذا وكذا قال أتركوه فإن إيمانه سيحميه الإيمان يحمي ما هو الإيمان؟ أنك تؤمن وتعتقد من قرارة قلبك أن هذا الوجود له رب يحميه أن تشهد أن تؤمن بالله أن الله موجود معنا في كل وقت وحين يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا أن تؤمن بالله وملائكته الله تعالى عنده مخلوقات مورانية الملائكة معنا في كل وقت الآن هناك معنا ملائكة كلما ذكر اسم الله حفة المجلس الملائكة وكلما صلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وانباتت رائحة طيبة من المجلس فتحفه الملائكة الملائكة هم معنا في الليل وفي النغار وفي الدغاب والإياب وكلما كان المؤمن صادق وكان لسانه رطبا بذكر الله وكان قلبه معلقا بالله إلا وهو في صحبة ملائكة الملائكة معنا دوما في النوم في اليقظة في الدغاب في الإياب تحميك وتستغفر لك وتنبهك فكل مؤمن على قدر إيمانه معه ملائكة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه أنك تؤمن المرجعية الفكرية التي تشكل عقل المسلم هي الكتب السماوية لأن بعض المفكرين ينطلق من الواقع العملي فكر ماركسي أو فكر لينيني أو فكر رأسمالي أو فكر عند الحرية المطلقة أو غير ذلك هذه أفكار تتشكل من خلال التفكير الفلسفي العملي الواقعي بينما المؤمن هو أولا فكره يتشكل من الكتب المقدسة أنك تؤمن بكتب الله وكتب الله تعالى هي عددها مئة وأربعة مئة وأربعة وأربعة لخصت المئة وهي الزابور والتوراة والإنجيل والقرآن أربعة لخصت المئة هي الأربعة ثم القرآن الكريم لخص هذه الأربعة وهيمن عليها القرآن هيمن على الإنجيل والتوراة والزابور فالقرآن تضمن كل شيء والفاتحة هيمنت على القرآن فالفاتحة بما فيها جاءت بما هو متضمن في كل القرآن والفاتحة هيمن عليها آية واحدة هي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فالمؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه يجعل فكره يتشكل من المرجعية الدينية التي هي من عند الله ثم ينفتح عن باقي التقافات وعن باقي الحضارات لكنه ينطلق من أرضي صلبة هي متعلقة بالدين لأنه رأس المال ونأسف أن كبار الفلسفة والمفكرين بحثوا كثيرا وأهملوا الجانب الديني فخرجوا إلى مزالق فكرية كثيرة وشطحات فكرية متعددة وانتهوا والعياد بالله إلى بوار فالإنسان ينطلق من الأرضي كتب الله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وتؤمن باليوم الآخر لابد المؤمن أنه يعتقد بأن بعد الحياة هناك حياة أخرى ممتدة حياتنا لا تنتهي بعد الموت بل هي تبدأ حياة حقيقية بعد الموت ما يسمى بالبعث والنشور لأن بعض الفلاسفة وصلوا إلى أن بعد الموت هناك الفناء وهناك العدم يقول أنا سوف أموت وسأنم في قبر وأستريح وتنتهي الحياة وأدخل إلى عالم العدم كما كنت قبل الولادة في عالم الفناء سأعود بعد الموت إلى عالم الفناء بئس الفكر هو لا بد للمؤمن أنه يعتقد باليوم الآخر والاعتقاد باليوم الآخر مهم يجعلك دوما تستعد للقاء الله وتعمل الصالحات وتفعل الخير وإذا لم تجزى لا يهمك لأن ما زال العمر طويل والحياة ممتدة إذا لم تجزى في الدنيا سيعودك الله في الآخرة ثم قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذا من مقتضايا الإيمان لأن الحياة الدنيا مليئة بالمفاجآت مليئة بالابتلاءات مليئة بالإخفاقات فالإنسان إذا غام عنه عقيدة القضاء والقدر قد يصاب بالإحباط معظم المصابين بالأمراض النفسية عندهم اكتئاب أو عندهم قلق شديد أو عندهم تفكير غير منقطع أو عندهم في صنف الشخصية أو ازدواجها في الشخصية معظم هؤلاء علاجهم في أنهم يتعمقون في عقيدة القضاء والقدر وكل من عنده عاقيد وقدر يؤمن بها هذا عنده مناعة شاملة قوية من جميع الأمراض النفسية فربنا أراد لنا الخير بهذا فلما أجاب النبي الكريم هذا السائل عن الجواب قال له صدقت فكان سيدنا عمر يقول عجبنا له يسأله ويصدقه مدما هو يسأل لا يعرف فلماذا يصدق هنا موطن عجب ثم سأله ما هو الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه مرتبة أعلى هناك مرتبة الإسلام هي أرضية ثم مرتبة الإيمان هي فوقية ثم مرتبة الإحسان هي في القمة في الأعلى ما هو الإحسان؟ هي أن تعبد الله كأنك تراه أن العبادة ليس فيها شك ولا فيها ريب لأن هناك من يصلي معنا ومرة مرة يقول لك واش فعلا الله موجود أم لا أنا أذكر مرة كنا في البقاع المقدسة وأدينا المناسك وطفنا حول الكعبة وسعينا حول الصفا والمروى وشربنا من ماء زمزم ووقفنا فوق عرفة وراجمنا الجمرات وبتنا في مزدلفة وذهبنا إلى المدينة المنورة وزرنا البقيع وزرنا الرودة الشريفة وزرنا جميع البقاع جبل أحد وموقعة أحد وشهداء أحد ومسجد القبلتين ومسجد قوباء وكل الآمل قمنا بها ولما انتهينا أردنا أن نعود إلى وطننا ونحن في المطار ننتظر قلت لبعض الحجاج لا تضيعوا وقتكم الطائرة سوف تتأخر نملأ وقتنا بذكر الله وخير وقت نملأ به نقرأ القرآن فالناس أخذوا القرآن بدأوا يقرؤون وأنا وسطهم مرة مرة يسألوني أحد يقولي يا فلان ما معنى قوله تعالى فلا أقسم بواقع النجوم يقولي أخر ما معنى قوله تعالى عن العدة عند المرأة الحائض وأجيبهم حسب ما علمني الله تعالى فإذا بشخص رفيع المقام غادي يقولي عندي سؤال هل حقا القرآن كلام الله فلما سمعوا الحاضرون صدموا قالوا يا فلان كيف تسأل السؤال أحدهم قال له عود الحج ديالك حجك باطل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض هذه النزعة ديالشك قد تأتي بعض الناس بين الفين والأخرى لكن إذا بلغ مرتب الإحسان فإنه يكون عنده اليقين التام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تصلي وتستشعر بأن الجنة عن يمينك والنار عن شمالك والصراط من أمامك تصلي لله تعالى وتستشعر بأن الله ينظر إليك ويبتسم لما تعطى نعمة من النعم تشكر المولى فتنظر إلى الله تعالى وهو يضحك لك ولما تصاب ببلاء تصبر وتشعر بأن الله تعالى يباهي بك الملائكة الله معك في منامك ينظر إليك في طعامك يقول كل مما رزقتك في البلاء يقول أنا أريد أن أرى ردة فعلك وباهي بك الملائكة عند الصبر وهكذا ربنا عز وجل معك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بعض أهل الله لما قرأوا هذا الحديث عندهم يسمى بالسكتة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن يسكتون فإن لم تكن فناء هناك يقول لك أنك أنت غير موجود من أراد أن يصل إلى هذه المرتبة عليك أن تخرج من ذاتك عليك أن لا تكون تعتد بنفسك إياك ثم إياك أن تقول أنا أو تقول عندي أو تقول معي يسمى العالم الفناء أنك أنت غير موجود لا تتحدث عن نفسك ولا عن إنجازاتك ولا عن أعمالك لا تتحدث عن أي شيء أنت لست بشيء أنت كلك منتمي إلى رب العالمين إذا وصلت إلى هذا المقام مقام إنكار الدات والاعتراف بجلال الله أنا ذاك ربنا يأخذك إلى الأعلى ويكشف لك ستار الغيب أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه سترى نور على نور وهناك أهل الله يرون الله في الدنيا وإذا سألتهم ماذا ترون يقولون نرى نورا على نور على نور على نور ليس له حدود وهذا أول الكرامات ما يراها المؤمن في الدنيا حتى إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسرائي والمعراج سألوه هل رأيت الله تعالى قال أي نعم رأيت نورا على نور وفي رواية قال هو نور أن لي أن أراه ومن أراد أن يرى نور الله عليه أن يكثر من ذكره ويقرأ سورة النور خصوصا قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاب ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علم ثم بعد ذلك سأله قال لك يا محمد أخبرني عن الساعة متى الساعة فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول بأعلم من السائل الساعة هي من علامة الغيب هي من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله تعالى ويسألك عن الساعة فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهها إنما أنت منذر من يخشاها كأنما يوم يرونها لم يلبطوا إلا عشية أو ضخاها صعب جدا أنك تدرك متى الساعة العلم عند الله وحده لا شريك له ثم قال لسائل حدثني عن أماراتها ما هي أمارات الساعة طبعا الساعة عندها أمارات كثيرة هذا الحديد ذكر منها فقط علامتين قال أن تلد الأمة ربتها يعني أن المرأة هي أمة يتزوجها سيد فتنجم منه بنتا والبنت بنت السيد لما تكبر تعود سيدة فتعود أمها هي أمتها وهذه كناية عن كثرة العبيد وهذا قد وقع في فترة زمانية من العهود الإسلامية وقيل بأنه سوف يعود في الأزمنة الأخيرة ثم قال ومن علامتها أن ترى الحفاة العوراتة رعاء الشات يتطولون في البنيان قد قوح الأقوام لهم كانوا فقراء وكانوا يرعون الغنم ومسطأ جدا ولكن في لحظة فتح الله عليهم الأموال وعطاهم النعيم فصاروا يبنون البيوت بل وصاروا يفتخرون ويتطولون في البنيان يبنون ناطحات السحاب يبنون البناء العملاق هذا سيظهر وقد ظهر بالطبع لما انتهى الرجل وانصرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس أتدرون من السائل إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث باختصار أيها الأحباب الكرام يتضمن مراتب الدين الثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان